توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 500 و3 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات 158 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 135 طن كما تم ضبط 43 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 725 قضية من بينها 224 قضية خبز نقص الوزن و232 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 22 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 165 طن